بسم الله الرحمن الرحيم يوميات نص الليل شكوك في محلها بقلم نفكر الكبير الفيلسوف دكتور مصطفى محمود الشاب العصري يجد عذرا جاهزا لذيذا كلما فكر أن يخالف لوائح بوليص الأداب ويغرق في الهلس لأذنه فهو يقول لك فرويد هل قرأت ما يقوله فرويد عن الكبت وعواقبه الواخمة؟ هل تعرف أن أهوان هذه العواقب هي العقد النفسية والهستيريا والقلق والجنون؟ وفي كل مغامرة جنسية تجد من يتبجح أمامك بهذه الآراء باقتناع أو لمجرد التبجح وقد تكون المتكلمة مراعة تحدثك عن الحرية الجنسية كوسيلة لبلوغ الصحة النفسية كلام فارغ طبعا ولكن المسؤولة هو فرويد فرويد هو المسؤول الأول عن انتشار الجرسونيات في العصر الحديث واقتراف الهلس باقتناع وراحة ضمير وعصاب باردة كعلاج علمي موضوعي للأمراض النفسية وفرويد مات وشبع موتا ولكن نظريته ما زالت تعيش بيننا وتجد الأتباع والمؤمنين من الجنسين من أصحاب الشقاق الخاصة والأوكار الغرامية والليالي الحمراء وتعالوا نناقش هذا الرجل يزم فرويد في نظرية طويلة عريضة أن الإنسان مخلوق جنسي يستهدف اللذة الجنسية في جميع مراحل حياته في طفولته وصباه وشبابه وشيقوخته في الطفولة يتلذذ الطفل بفمه في الرضاة ويتلذذ بتحسس جسمه العاري وباستعراض أعضائه في ذهو لا يعرف الخجل ويتجه بغرائزه إلى أمه فيعشقها ويغار عليها من أبيه وأكثر من هذا يحقد على أبيه ويتمنى أن يقتله عقدة أودب ومن ناحية أخرى يتشبه به ويقلده ويتمثل به ليتخلص من إحساسه بالصغر فيصطنع لنفسه شاربا يرسمه بالقلم الفحم ويضع في فمه سجارة ويفخم حركاته ويضخم صوته ويختال في مشيته ويتكلم بلغة الوعظ ومن هذا التمثل تنشأ بذرة الضمير ثم يتخلص من نطاق عائلته لينزل إلى الشارع ويخرج من حبه لنفسه ليدخل في علاقات حب مع الآخرين ممن يشبهونه من نفس الجنس الولد يحب الولد والبنت تحب البنت والتجمد في هذه المرحلة يؤدي إلى الشذوذ الجنسي وهو تجمد يندر حدوثه لأن فترة البلوغ تنتزع الصبي من هذا الحب لتركز انتباهه حول شيء آخر هو أعضاؤه التناسلية وتوقظ فيه أحاسيس الشبق والشهوات وتلقي به في أحضان الجنس الآخر فيسعى إليه ليصطاد ما بالحلال والحرام والتقاليد والعرف والأخلاق والدين والأصول وما يجب وما لا يجب وما يجوز وما لا يجوز وتكون نتيجة هذا الصدام أن يدفن كل رغباته غير المشروعة في عقله الباطن وتظل هذه الرغبات صاحية لا تموت رغم الكبت تظل مدفونة بالحياة تتمطأ بين وقت وآخر أثناء النوم لتعيش في الأحلام بأسماء رمزية الذكورة برموزها الثعبان والشجرة والسكين والعصى والمظلة والأنوثة برموزها الدائرة والكهف والزجاجة والصحيفة والباب وعلبة المجوهرات والجنس برموزه الرقوب والطيران والجري والتصلق والسباحة والرقص كل الأحلام رموز جنسية ومحاولات مقنعة للارتواء الجنسي ولإشباع الرغبات المكبوتة والهستيريا والأمراض العصبية هي ظهور هذه المحاولات الرمزية في اليقاظة بدلا من اقتصارها على الأحلام وكل ما يحدث لنا في صبانا وشبابنا ورجولتنا من قلق وعقد ومعاناة نفسية سببه كبت رغباتنا الطفلية وبعثها في الصورة العصابية غير واعية ولعلاجها يعمد الطبيب النفسي إلى جعلها واعية مدركة وحينما يدرك المريض ازدواجه وصراع المحتوم في نفسه بين رغباته الباطنة ورغباته الواعية يشفى الحياة كلها جنس في جنس والفن ما هو إلا تسام بالجنس وارتفاع به وطاقة الخلق الفني هي طاقة جنسية ارتفع بها صاحبها عن استدرار إعجاب امرأة واحدة إلى استدرار إعجاب كل النساء والانفعالات الدينية مشتقة كلها من مخاوف الطفولة الطفل الذي يعشاق أمه ويكره أباه يتخذ من هذا الأبي مثلا أعلى يقلده في الوقت نفسه وهذا المثل الأعلى الذي يخافه ويتمثل به في الوقت نفسه هي بذرة الضميره وهي فكرة الطفل الأولى عن الكائن الأسمى عن الله وعبادته لهذا الأبي السماوي هي اعتذاره وتكفيره عن رغبته في قتل الأب الأرضي كل شيء جنسي في جنسي كل الأشواق مشتقة من أشواق جنسية هذا كلام فرويد والغريب أن فرويد نفسه صاحب هذه النظرية كان يعيش في شبه تطهر مسيحي إلى هذا الحد كانت حياته تكذب آراءه هل يمكن أن يكون فرويد على صواب؟ إنه يمكن أن يكون صوابا في فترة واحدة هي فترة مراحقة حيث تشتد النوازع الجنسية وتتصدر الدوافع الأخرى بحكم التحول الفيسيولوجي وهي فترة عابرة لا يمكن أن يفسر الإنسان على أساثها وإلا كنا أشبه بالطبيب الذي ينظر إلى ما يحدث لمريضه أثناء حمل في الونزة ثم يطبقه على كافة مراحل حياته وعلى كافة الطبيعة البشرية غير معقول إن ما يحدث أثناء المراهقة هو اختلال هرموني مؤقت ولا يمكن الحكم على الإنسان بهذا الاختلال طول حياته ولا يمكن إدانة البشرية بهذا الاختلال ومحاولة تفسير الطفل على أنه حيوان جنسي تعسف واضح فاللذة الجنسية لا وجود لها عند الطفل وتلذذ الطفل بثدي أمه هو تلذذ جائع بالطعام والطفل حينما يستعيض عن الثدي بوضع أصدعه في فمه ليرضع يفعل هذا بحكم العادة لا أكثر واعتبار الخلق الفني تساميا بالجنس مبالغة ليس لها سند علمي وحتى لو افترضنا جدلا أن الأغانية الرخيصة هي نداءات جنسية مستترة فكيف يمكن أن تكون سينفونيات بيتهوفن ومصرحيات شكسبير نداءات جنسية؟ ولماذا نتسامى بالجنس؟ وفي إمكاننا أن نشبع رغباتنا الجنسية مباشرة مع أي امرأة إن حال من يفعل هذا مثل حال جوحة حينما قالوا له فن ودنك يا جوحة؟ فمضى يلف يده في الهواء ويلتوي بها إلى الخلف ليصل إلى أذنه من أبعد الطرق كلام غير معقول لو كان الدافع للفن هو الجنس لما أضنى الفنان نفسه بمشقة العمل الخلاق ولمضى إلى لذة الجنسية من أقرب ماخور ولو أن فكرة الضمير وفكرة التديني نشأت على هذه الصورة التي يرويها فرويد لواجب أن تنتفي الأفكار الدينية في المجتمعات البدائية الأولى حيث كان الاختلاط الجنسي هو القاعدة وحيث كان تلاقح المحارم الأخ بالأخت والأم بالابن والأب بالبنت بلا عقدة أدب وبلا عقدة ألكترا والذي نعرفه من التاريخ أن الأمر على نقيض ذلك وأن الأفكار الدينية كانت موجودة في هذه المجتمعات وكانت موجودة قبلها وكانت من قبل ذلك موغلة في القدم وأنها مرتبطة بالإنسان منذ وجد على الأرض إن ما يقوله فرويد لا يستقيم مع ما نعرفه في التاريخ وأراؤه لا تستطيع أن تدين هذا التاريخ وإذا كانت تدين أحدا فهي لا تدين سوى صاحبها فلا شك أن فرويد هو صاحب الخيال الجنسي الذي يرى في كل شيء مستدير عضوا أنثويا وفي كل شيء مستطيل عضوا مذكرا أما الإنسانية فهي بريئة من هذه الرؤى إن هذه النظرة الضيقة التي تفسر كل شيء بالجنس لا يمكن أن تكون صادقة فالإنسان ليس عبدا لرغبته الجنسية فقط وإنما هو عبد لأكثر من لذة لذة الجنس ولذة الحب ولذة الصداقة ولذة الجمال ولذة المعرفة ولذة السيطرة ولذة القوة ولذة الحرية والسعادة هي ائتلاف هذه اللذات كلها في حياة منسجمة وفي نظرة الرحبة واسعة الأفق والتدني الجنسي لا يمكن أن يكون وسيلة للصحة الجنسية وللخلاص من القلق والعقد والأمراض العصبية والعكس هو الصحيح فالمشاهد أن أصحاب المزاج الحيواني وعبيد الكأس والطاس ومحترف الليالي الحمراء في الحقيقة هم أصحاب الشخصيات الرخوة المريضة القلقة أينما لمح الصحة النفسية في مثال فاروق وأشباهه من الملوك والأمراء وكل منهم يجد رغباته قبل أن يتلفظ بها وكل منهم شخصية محلولة رخوة وما يقال في الفرد يقال في الأمة التي تنهار وتتفكك حينما تتخمها اللذة وإنما تنمو شخصية في الأفراد وفي الأمم بتربية الإرادة بالتحكم في النفس وكبح الرغبات بهذا وحده تنمو شخصية السوية القادرة وإذا كانت كلمات فرويد تبهر القارئ المراهقة لأول مرة فإنها على مر الزمان تفقد سحرها كلما خرج هذا المراهق من مراهقته وشرع ينظر إلى الدنيا نظرة جديدة واسعة وهو دائما ينتهي به المطاف إلى الشك في فرويد وهو دائما شك في محله